انطلقت عصر اليوم عمال الدورة التدريبية حول الاشراف التربوي لصالح الموجهين والمشهدين التربويين كذلك بمقر المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة تقرير هارون بادم ان بناء القدرات المهنية في القطاع التربوي يعتبر من اولويات الحكومة وشركائها وفي هذا الاطار جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية لصالح الموجهين والمشهدين التربويين بمبادرة من المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية وذلك حول الإشراف التربوي وقد تحدث مدير المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو الدكتور علي محمد جمر الذي أوضح أن هذه الدورة تطل في صميم عمل المركز كما أنها تسمح للمشاركين بإيجاد السبل والآليات التي تضمن لهم مواكبة المستجدات وتعزيز قيمة الجودة للمساهمة في تحقيق التنمية أولى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم السقافة في خطة عملها الحالية عام 2016 إلى 2018 احتماما بالغا لموضوع الجودة ومتطلباتها فيما يتعلق بمخرجات العملية التربوية التعليمية في مؤسسات التعليم العربي الإسلامي في الدول الأعضاء ولا شك في أن من أبرز شروط تحقيق الجودة التربوية إحكام التخطيط والإشراف والمتابعة والتوجيه أما الأمين العام النائب لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد طاهيرو دابو فقد أكد بأن هذه الدورة تدعم مساعي الحكومة الرامية إلى الارتقاء بالنشاط التربوي وتعزيز الثنائية اللغوية نحن نرى من الأهمية بمكان إقامة مثل هذه الدورة التي تهدف إلى تقوية كفاهات الموجهين والمشرفين التربوين وتصاعد أيضا المعلمين أصحاب القبرى ليصبحوا أفضل الموجهين التربوين هذه الدورة التدريبية هي الأولى من أصل دورات تدريبية أخرى من المقرر تنظيمها في الأشهر القادمة خلال العام 2017 وسيشارك فيها خبراء تربويون من العاصمة والأقاليم اشترك في القناة